اشتركوا في القناة وايه هي الاسباب ديه وازاي نعالجها وكنا بنتكلم على حاجة اسمها System Map اول سؤال بيقول لي ارسملي System Map اللي بتعتقد انها بتمثل السيستم اللي انا بدهولك ده اللي هو ال E-Learning System عشان نرسم السيستم Map لازم نستخدم اشكال بيضاوية اللي هو الشكل الأوفل ده ده شكل بيضاوي المفروض ان انا بيكون عندي سيستم كبير بيكون مكومة مجموعة من الأنظمة الفرعية يعني مثلا عندي ال E-Learning System او Learning Management System هيكون مكومة من نظام مثلا للتسجيل تسجيل الطلب ونظام لعملية الاثنتيكيشن عشان اشوف الطالب ده ليه الصلاحية انه يدخل على الموقع الخاص بالجامعة ولا لا بالاضافة ليه شبكة كمبيوتر شبكة الكمبيوتر هيكون جواها Network هيكون جواها Data Base وكمان ممكن يكون جواها الويبسايت دوت اللي هو المكون الأساسي في ال E-Learning System ممكن واحد تاني يقول لي لا ده كمان فيه نظام للدفع اللي هو Payment Subsystem ال Payment Subsystem ده هيكون فيه ايه؟ هيكون فيه Link او فيه Bank Subsystem يعني عبارة عن Link واصل من موقع او من النظام الخاص بال E-Learning لل Bank لانه فيه طلبة تطفع مصاريف فيه طلبة تطفع تكليف مواد وهكذا وكمان ممكن الطلبة دول يدفعوا عن طريق Credit Card فهنا عملية ان انا ارسم System Map بتكون كل واحد وتفكيره فيه ناس بتعاقتها خالص وتحاول تعمل انظمة فرعية كثيرة جدا فيه واحد ممكن يخلي الموضوع افصد شوية يعني زي ما قلت لحضراتكم انا هنا مفترض ان انا عندي شبكة اللي هي Computer Network Subsystem بيكون مكونة من Network و DataBase Server DataBase Server مثلا هيكون عليه قاعدة بيانات الخاصة بالطلبة اسميهم عنوانهم الإيميلات المواد اللي اخدوها وهكذا ممكن كمان احط الويب سيرفر جوه Computer Network Subsystem انا ممكن كمان اعمل Subsystem ثاني خالص اسمه Content System Content Content يعني محتوى طيب هو الويب سيرفر ده انا ممكن اقول محيبة موجود عليه Multimedia ممكن يكون عليه بلوكز مدونات ممكن يكون موجود عليه ويكيز يبقى دلوقت السيستم ماب ديت احنا بنحاول كل واحد بيبتكر شكل خاص بيه حضراتكم لازم تشوفوا السيستم مابز للأنظمة اللي موجودة في الواجبات او اسف اللي هي الكوزات اللي كانت موجودة قبل كده عشان ترسموا حاجات مزبوطة طبعا بره السيستم بيكون فيه الويوزرز بديوه مين اليوزرز اللي بيستخدموا السيستم دول بالله؟ بالله ممكن يستخدموا الطلبة بالله verschiedene وطبعا Depert 454 emanمبرز اللي ممكن يكون المدرسين ممكن كمان يستخدموا السيستم Administrator ممكن كمان موظفين القبول والتسجيل ممكن كمان مدير الجامع اي حاجة يعني هنا اللي بره دول بيكونوا اليوزرز اللي موجودين ان عندي واللي بيكون المكونات اللي هي الفيزيكا او اللي هي 차 والتيكنيكا الكمبوننت اللي موجودة عنه يبا اذا من المفضل ان احنا بنحدد المكونات السوشيال لواحدها اللي هم الاشخاص اللي بيقدروا يخولوا على السيستم ويتعاموا معاه ونحدد كمان التكنيكا البرد قبل ما نرسم السيستم مابا نتناهد للخطوة رقم 2 بيقول لي بريزانتا يديني اثنين بروسس من السيستم اللي موجود عنه خلينا نتفق ان البروسس ديت هي عبارة عن كمبوننت يعني هي عبارة عن أصغر حاجة في السيستم يبا اذا البروسس خلينا نقول ان هي عبارة عن مكونات من مكونات الأنظمة الفرعية او مكونات النظام الأساسي نفسه وطبعا بتختلف زي ما قلت لحضراتكم من شخص الاخر يعني مثلا انا هنا حاطت الكريديت كارد حاجة اتكلم عن الكريديت كارد الكريديت كارد هقول ان الطالبة يدفعوا المصاريب بداعتهم باستخدام أنظمة مختلفة مثلا عن طريق البنك عن طريق اداع المبلغ ومشاطن في البنك عن طريق لسادات او فيه ناس بتستخدم اللي هو الكريديت كارد واشرح بس كده كلام عامي البروسس الثانية ممكن ايقول والله انا عندي الاتابيس سيرفر الاتابيس سيرفر ده موجود عن قاعدة بيانات الخاصة بالطلبة والمواد اللي بدرسوها وتحكي شوية كلامي يبقى البروسس هي عبارة عن العناصر اللي موجودة عندي بس خلي بالكم محدش يجي يقول انه ده هو بروسس لا البروسس بيكون حاجة سغيرة خلينا نقول انها element ده هو السيستم اللي موجودة عندي الفقرة رقم ثلاثة بيقول لي قل لي الاسداب العامة او الاسداب الرئيسية اللي بتؤدي لفشل السيستم اللي موجودة عندي ده السؤال ده كان جاي في واجب التيرمي اللي فات بالزبط فقرة دي بالزبط وكان الفيدبات الخاصة بالده كاترة انه لازم الاجابة تتكلم على البرفورمانس اداء السيستم والكواليتي بتاحته التكلفة والبودجت وممكن نتكلم عن الطايمون سكيجول والله انا ممكن اقول انه البرفورمانس الخاصة بالسيستم ده كان تعبان ليه؟ لانه بيكون في اوقات تحميل الواجبات بيحصل في مشاكل وانه السيستم بيكون داوم اوكي الحاجة التانية ممكن اقول انه السوفتوير اللي انا باستخدمه كان سوفتوير تكلفته عالية وبالتالي مش مناسب للبودجت اللي انا بتكلم عليها اه برضو نفس الفكرة هنيجي نتكلم عن الطايم والسكيجول هنيجي نقول انه السوفتوير ده احتاجنا وقت كتير علشان نركبه على السيستم ونعمله تيستنج ونعمله إمبليمنتيشن يعني اللي انا عايز اقول للك انهو موضوع حكايات انا كاتب لحضراتكو هنا اجابة مقترحة جاي هنا الفكرة رقم اربعة بيقول لي من وكل نظرك اديني سبب تيكنيكل وسبب نام تيكنيكل حيؤدي لفشل السيستم طبعا هنا بقى كل واحد وتخيله برضو كمان تيكنيكل ممكن يكون السوفتوير او السيرفر نفسه فيه مشكلة سواء في السوفتوير او ممكن يكون فيه في السيكوريتي يبقى هنا بيقول للكتكنيكل ممكن يحصل فالير في السيرفر اللي موجود عندي سواء السوفتوير او في الهاردوير وبالتالي الموقع بيكون داول النوم تيكنيكل يبقى نحنتكلم على الاشخاص ممكن يكون ان السيستم او الراجد اللي ماسك الويب سيرفر دوت ما عندوش الخلفية العلمية علشان يتعمل مع السيستم والسيستم حيقع ممكن يعمل ريسيت للأكاونس اللي موجود عندي كلها وبالتالي يؤدي لفخولان البيانات الخاصة باليوزر ماشي؟ يبقى هنا انا كاتب لحضراتكم احياناً ان الهلب ديسك اللي هم الرجال اللي شغلين في الهلب ديسك ما يكونش عندهم الخلفية الكافية وبالتالي ممكن هم يعملوا المشكلة الفقرة الرقم 5 بيقول لي What are the system questions that should be investigated to identify or avoid the reasons of failure determined in the previous part طيب احنا عندنا فيه حاجة اسمها system questions system questions عبارة عن مجموعة من الاسئلة احنا بنستخدمها عشان نعرف مناطق الضعف اللي موجودة في السيستم على سبيل المثال مثلاً فيه اسئلة خاصة بال structure فيه اسئلة خاصة بال technical questions كل الحضراتكم مطالبون بي ان انت تختاروا اسئلة مناسبة للمناطق اللي انتو اتكلمتوا عليها انها هتؤدي للفشل يعني هنا مثلاً اه اه هنا What technology is in the system news ايه تكنولوجيا للي يستخدمها خلينا نقول انه السيستم او السوفتوير اللي موجود عندي كان بي استخدم بي اتش بي وان البي اتش بي فيها ثغرة يعني معنى كده ان انا هستخدم السؤال دوت عشان نعمل investigation المشكلة اللي موجودة في البي اتش بي كمان هنا مثلاً بيقول لي ايه التشريعات والمواصفات القياسية والريجوليشن اللي بتحكم استخدام التكنولوجي ممكن مني يجي نقول برضو انه السوفتوير بتاعنا كان open source وكون انه هو يكون open source معنى كده انه ممكن يحصل في مشاكل طبعاً حضراتكو تختاروا بس ثلاث اسئلة اي حق يعني اي ثلاث اسئلة مخمومة بس كده وتكتبوها اه حدش يكتب لي كل الاسئلة دي كلها انا عايز ثلاثة اربعة منهم وفقط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة